رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار اليونسكو القاضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي وقالت الخارجية في بيانها إن جميع إجراءات الاحتلال الحالية تهدف إلى تدمير التراث الثقافي في البلدة وتغيير طابع المدينة المقدسة محذرة من أن أي تغييرات في وضعها القانوني تعتبر لاغية وباطلة كما شددت الوزارة على ضرورة وقف إسرائيل لجميع انتهاكاتها في القدس الشرقية كعمال الحفر والأنفاق والأعمال الأخرى غير القانونية وأوضحت الخارجية الأردنية أن تبني القرارة من قبل اليونسكو جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنصيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعاتين العربية والإسلامية في منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأرض المقدسة اشتركوا في القناة